يطرح نشوف انتهاء أسطورة وبداية أسطورة تانية بمعنى أدق هل انتهى زمن أردران وبدأ زمن عمران خان سؤال غريب مش كده وخصوصا لو أضفنا عليه جملة بتقول وهذا هو توجه جماعة الإخوان سبكم من السجع اللي في الكلام ده وما تستغربوش من السؤال لأنكم بعد شوية هتعرفوا أنه سؤال واقعي وفي محله تماما ويستحق التأمل كمان السلام عليكم علشان نعرف ليه بانتهاء زمن أردران قد يبدأ بعته زمن عمران خان لازم نعرف خلفيات الموضوع في الأول فرئيس التركي راجب طيب أردران وعلى مدى أكتر من 17 سنة حظي بهالة قدسية ودعاية إعلامية أنا شخصيا مؤمن أنه مفيش سياسي أو حاكم في التاريخ تم الترويج له زي مروج لراجب طيب أردران ولو تكلمنا عن الترويج لأردران لازم نتكلم عن جماعة الإخوان جماعة الإخوان ومن وقت وصول الرئيس التركي أردران للحكم ومشايخ وغموز الإعلام في الجماعة دي دقبت على تمجيده والترويج له على أنه أمل الأمة اللي حيزي للغمة نسجت عنه قصص وأساطير وإنجازات وحكايات تدعب مخيلة الإنسان العربي المسلم البسيط اللي أقنعه أن أردران هو اللي حيرجع عمجاد المسلمين وهو الأحق بقيادتنا إحنا العرب أيوة فمشايخ جماعة الإخوان وغموزها الإعلامية كانت بشكل مكرر بتحقق بالقيادة العربية بشكل ممنهج وواضح وخلوا لكم أنا هنا بقولي القيادة العربية مش القيادات العربية حبيت أوضح لكم الفرق علشان محد يشوفها مني بتكلم على الحكام وبس فالجماعة كانت دوما بتحقق من شأن العرب وتاريخهم وغموزهم سواء الحية أو الميتة في كل المجالات مش بس في السياسة وفي نفس الوقت كانت بتمجد في كل ما هو أعجامي يعني كل غمز غير عربي علشان كده جماعة الإخوان مش بس كانت بتمجد في الرئيس التركي لا ده مشايخ الجماعة وإعلاميها وكوادرها قاموا بإعلاء شأن الأتراك بالعموم وفي نفس الوقت كانوا بيتفننوا في تقزيم كل ما هو عربي أذكر فيما أذكروا على سبيل المثال للحصر الإخواني حزيفة ابن عبدالله عزام ده صرح مثلا أنه مستعد يلعق أحزية الأتراك عرفانا منه على حد قوله لما يعتبروا خدمات قدمها الأتراك للإسلام والحقيقة أن الكلام ده كد وهو عارف أنه هو كد لأن الأتراك هم سبب انهيار الحضارة الإسلامية وصفهم بطش وقتل من المسلمين أكتر من غيرهم والإخواني التكفيري وجدي غنيم قالها صراحة في أكتر من مناسبة بأنه بيعتبر الأتراك هم أصحاب الدين الصحيح وأنهم الأحق بالقيادة لما اعتبره هو حقهم التاريخي وما يتمتعون به من صفات ومميزات ليست في العرب ده غير شلة الإخوانجية محمد العوضي وطارق السويدان ومحمد الصغير ومحمد الهامي اللي عمل فيها باحث تاريخي بينما هو مجرد معرض لمؤرزة بينافق الأتراك لمصالحه الشخصية كل دوله أكتر بالإضافة للزباب الإلكتروني ومواقع إلكترونية وحسابات تويترية وصفحات فيسبوكية كلهم بربطة المعلم كده بقى لهم سنين واسنين وهم شغالين بالشكل ده بيمجدوا في أردران وفي الأتراك عموما وبيحققوا في كل ما هو عربي وطبعا تلاقيكم نسيته أساس كلامنا هو الإجابة عن سؤال بيقول هل انتهى زمن أردران وبدأ زمن عمران خان إذا كنت نسيته أنا عموما منستش وهتعرفوا إيه علاقة رئيس الوزراء الباكستاني وعمران خان بكل الكلام ده بس الأول نفهم هما ليه الإخوان بيعملوا كده الإجابة على السؤال ده فيها المفتاح الرئيسي للإجابة على سؤالنا الأساسي من المعروف إن أدبيات الإخوان مبنية على الشعوبية على كراهية واستعداء العرب ده بغرم من إن الجماعة اللي أسسها عرب وحاضنتها الأساسية كانت الدول العربية أيوة صح الكلام ده بس مؤسسي جماعة الإخوان وخيادتها وكواديرها متشبعين بجرعات عالية جدا من الحركة الشعوبية المنوأة والمعادية للعرب اللي ظهرت في أواخير الدولة الأموية واستفحلت في الدولة العباسية ولأن جماعة الإخوان لا تؤمن بالأوطان وزي ما قال منظرهم الأول سيد أطب ما الوطن إلا حفنتهم من تراب عفن لذلك لقيت جماعة الإخوان ضلتها في نفس الأوطان العربية اللي بينتمي لها أفراد الجماعة من خلال تبني الأفكار الشعوبية اللي بتحط من قدر العرب لذلك لا عجب لما مجدوا الهالك الخمين الإيراني وفكروا بمبايعاته كخليفة للمسلمين وديهم بيمجدوا تركيا أردوغان وحطين كل ثقالهم وراه ولكن وخلوا بالكم من ولكن لأن أردوغان وبناء على حالته السياسية والاقتصادية المزرية وبناء على المعطيات اللي بتشير إلى قرب سقوطه في أول انتخابات خصوصا بعد سقوط حزبه في الانتخابات البلدية الأخيرة والانشقاقات اللي حصلت في حزبه وسقط الشارع التركي عليه بسبب تظاهر الليرة وانتشاف حقيقة وهم الاقتصاد التركي والبطالة والديون اللي غرق تركيا فيهم درير فساد عيلته وانهزامه في سوريا وليبيا واخسار التركية الفرصة تنضمامها للاتحاد الأوروبي اللي أردوغان وعد الشعب التركي بيها من أيام حملته الانتخابية درير سياسة المشاكل مع الجيران والدول الإقليمية والدول الكبرى من أجل أطمعه الشخصية ونزعته الاستعمارية كل دي أمور أردوغان وقت تركيا فيها وقدت الحالة المزرية اللي بتمر بيها تركيا دلوقتي وبالتالي وعلى فرض قفول نجم أردوغان في عالم السياسة فيترى من المرشح الأعجمي اللي جماعة الإخوان قد تمجد به أو بمعنى أصح هي بدأت تمجد به بالفعل هو عمران خان رئيس وزراء باكستان خصوصا في خضم حلوة خضم دي في خضم أحداث كشمير الحالية بدأت مواقع إلكترونية إخوانية بإظهار عمران خان على إنه البطل والعرب هم الجبنة أيوة عارف إن باكستان ما عندهاش المقاومات اللي بتملكها تركيا ولكن جماعة الإخوان ما تنسوش إنها أظهرت تركية على إنها قلعة الإسلام الوحيدة بالرغم من دستورها العلماني وشرعية بيوت الضعرة فيها فمش حيغلبوا في الدحكة على سوزك العرب في تصوير عمران خان على إنه كذا وكذا وكذا خد عندك بقى نفس الكلام إن كانوا بيقولوا على أردوغان ده غير كده حيقولوا إن باكستاني عرب عندها قنبلة نووية ممكن إن إحنا نخوف بيها الصهينة ونحغير بيها فلسطين علشان كده أيها العرب بيعوا عمران خان قائدا لكم وألفزوا قيادتكم العربية وصدقوني في الملايين من العرب السوزك اللي حينطلي عليهم الكلام ده وحيصدقوه وعلشان كده بنقول إن خلاصة الكلام يا سادة يا كرام إنه مقصدي من كل الكلام اللي فات مش تنبؤ مني إنه عمران خان حيكون حبيب الإخوان القادم بقدر ما أصدق إقرار حقيقة مفادها إن جماعة الإخوان حتفضل جماعة شعوبية كرهة لكل ما هو عقب فضلا عن كونها جماعة خارجية عقائدها فسدة علشان كده لا عجب من إصرار الغرب وخصوصا أمريكا إصرارهم على إيصال هذه الجماعة للحكم في الدول العربية لأنه وبحسب توصيات تأرير راند جماعة الإخوان هي أفضل من ينفذ هذه التوصيات تعالوا نفتكر تأرير راند على السريع كده والموضوع بقى تظهر قطورته أكتر وأكتر بإننا لو رجعنا للتأرير اللي أعدتها مؤسسة راند البحثية الأمريكية اللي أوصت في أحد تأريرها الإدارة الأمريكية بتشجيع جعل قيادة العالم الإسلامي في أطراف العالم الإسلامي وليس في قلبه وإبعاد قيادة العالم الإسلامي عن المنطقة العربية وقالت ما ملخصه الأطراف بدل المركز العربي للإسلام وينفق التقرير جزءا كبيرا منه فصلاني من عشرة فصول في التركيز على ضرورة أن يتم التركيز على أطراف العالم الإسلامي وتجاهل المركز يقصد به المنطقة العربية برغة دعم ما يسمونه الاعتدال في أطراف العالم الإسلامي خصوصا في أسيا وأوروبا وغيرها أما الهدف هو أن تخرج الأفكار الإسلامية المؤثرة على مجمل العالم الإسلامي من هذه الأطراف وليس من المركز العربي الذي أصبح ينتشر فيه التطرف وبحيث تصبح هذه الأطراف هي المصدر للفكر الإسلامي المعتدل الجديد ولا تخرج الأفكار من المركز كلام خطير وكل الشواهد بتأكده ولو بصينا على خريطة الدول الإسلامية هتلاقي الدول الإسلامية باللون الأخضر ولحظوا معايا ده موقع تركيا وده موقع باكستان ودي مواقع ماليزيا وإندونيسيا واضح أن هي أطراف العالم الإسلامي فعلا ولو بصينا على الخريطة تاني هلاحظ أن العالم العربي هو مركز العالم الإسلامي ومصر والسعودية في قلب العالم العربي والإسلامي والهدف واضح كما يريد الأمريكان أنه يخلوا قيادة العالم الإسلامي في أطراف العالم الإسلامي يعني بعيدة عن العرب لأن الأطراف هي الدول المؤمنة بالفكر الغاربي زي الديموقراطية والحرية على الطريقة الغربية والمركز بالنسبة للغرب بيمثل التطرف بس هو في الواقع وفي الحقيقة بيمثل الإسلام الحقيقي الذي يجب القضاء عليه عن طريق ده السمفاهيم غربية ملهاش أي علاقة بالإسلام وبالربط ما بين الحملات الإعلامية الشارسة اللي بتتعرض لها مصر والسعودية وتقارير راند الأمريكي وحملات التنجيد لكل ما هو غير عربي بالإضافة لعقدة الشعوبية حلقينا قدامه خطة كامل متكامل لسحب البصات من القيادة العربية وإخضاع العالم العربي للقيادة الأعجمية هي دي يا سادة إخضاع العرب للعجم هو ده اللي عايزوا الغرب والإخوان قادرين على تنفيذه علشان كده ما تستبعدوش إنهم يبدأوا بتلميع عمران خان مش حبا في عمران خان ذات نفسه ولا حبا في باكستان لا 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 هي عادة متأصلة عند جماعة الإخوان بإنهم يضربوا أوطانهم العربية عن طريق تمجيد الغير عرب ورفع مكانتهم على حساب العرب واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته